اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزعت على ناخبية كي يسقطوني سنة 2015 ولما لم تفلح لم تنجح العملية وأثناءها أنا ضبط أحد الأشخاص التابع ليهم متلبس بنشر هذا الفيديو على صفحة الفيسبوك بتاعته ورحت قدمت بلاغ والبلاغ ده حقك فيه والتكنولوجيا المعلومات عندنا أو مباحث الانترنت جابت الشخص بتليفونه بعنوانه بكل حاجة وأثبتت ده حتى هذه اللحظة من سنة 2015 هذا الشخص لم يحقق معه ده واحد 2016 لما بدأنا نتكلم على تيرانو سنافير كان فيه كذا قضية وكان آخرهم تيرانو سنافير بدأوا برضو يرواجوا بدأوا يرواجوا عن طريق الواتس آب نفس الحكاية فدبطت حد متلبس برضو بتوزيع هذا الفيديو اشتكيت وحقك معاه مرة واحدة وحتى هذه اللحظة القضية موجودة عمد النائب العام المرة الأخيرة أنا هددت تقريبا كده يعني بشكل غير مباشر إنه المرة دي مش هتعرف تمسك حد لأنها سعب آه لأنها هتبقى فيها نشرع عام هنخلي مئات الآلاف من الأكاونتات تنشر في نفس الوقت بقى أقبط بقى ولا بلق عنها تشرب بشكل كبير آه ووزعوها بمئات الآلاف من الأكاونتات وجروبات على الواتس آب إلى آخر الكلام ده عشان تبقى قضية رأي عام ونقول بقى فين الأخلاق وفين 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 ونجيب ونعمل لهذه القضية أنا عايز اللي أنا عايز أقوله عشان الوقت أنا عارف إنه هو دايق الفيديوهات دي من حيث هي حقيقية ولا مش حقيقية أنا عايز أسأل بعض الناس كده اللي سعاد فيه ناس كده مواليين ليهم بيهجموني هل أنتو تملكوا جرئة إني يبقى على رأسك بطحة لو بفرد أنا على رأسي بطحة لو بفرد الفيديوهات دي بتاعتي أنا كنت أمتلك الشجاعة إن أنا آف وأقول إن أنا لن أبتز ولن أخنع ولن يعني مش هنبطح على بطني عشان على رأسي بطحة فما بالك بقى أنا مش على رأسي بطحة لأن الفيديوهات دي حتى لو حقيقية الفيديوهات دي ما فيهاش ما يخالف القانون تمام؟ فأنا كل اللي أنا عايز أقوله ان انا ابقى وفي لمبادئ انا اعتنقتها ومبادئ خرج من اجلها المصريين في 25 و في 30 ومبادئ دفعت عنها طول عمري ودفعت ضرائب باهزة طول حياتي ما تراجعتش لو انا حرامي برضو ما تراجعتش اشتركوا في القناة